بعد انتهاء الجنازة العسكرية كان فيه جنازة شعبية أقيمت لدكتور أحمد زويل هنا من 6 أكتوبر تحديدا من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نتابع في جنازة شعبية شيع العشرات من المواطنين والطلاب جثمان العالم الدكتور أحمد زويل من مقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عقب الجنازة العسكرية الرسمية التي تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة من مسجد المشير طنطاوي لتكون المحطة قبل الأخيرة قبل أن يوارى الثرع بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر أحمد زويل هو فكرة أكتر منه شخص يعني وإن شاء الله فكرة تفقدم تكمله والمشروع بتعوينك إن شاء الله كل الناس والطلبة اللي هنا والدكاترة اللي هنا أكيد تأثير اللي هيعملوه للناس أو للعالم كله أكيد هيبقى أحمد زويل له سبب فيه مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هو مشروع مبادرة لتطوير العلم والتعليم في مصر وسميه باسم العالم المصري دكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1999 ووصفت بمشروع مصر القومي للنهضة العلمية هي مؤسسة تتمتع بالاستقلالية التامة مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية وغير هادفة للربحة تم بناء المشروع في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 270 فدانا كان قد هو بصراحة للشباب والكبار كمان أنه حتى ما شاء الله بعد ما أخذ العلم هيك ما اكتفى بهذا القدر لا كان لسا يتعلم وحتى هو استورد التعليم من بره ودخله لجوى العالم العربي أفضل مثال على أنه حاول ينقل العلم اللي هو اكتسبه بره مصر الجوى مصر وأنه يخلي مصر فعلا دولة فيها بحث علمي ودولة فيها اهتمام بعقول الشباب وعقول النوابغ اللي هو كان يوم من الأيام واحد منه وكان المستشار الألمي للراحل الدكتور أحمد زويل قد كشف أن الدكتور مجد يعقوب هو أكبر عضاء مجلس أمناء مدينة زويل سنن وهو الآن المنوب به عقد مجلس إدارة المدينة وأمنائها ودعواته من انتخاب رئيس مجلس إدارة جديدة خلفا للراحل الدكتور أحمد زويل